اشتركوا في القناة وهو بحاجة إلى ما يكمله كيف كان التعامل مع العقل في الحضارات والثقافات المختلفة؟ أولا ما هو العقل؟ إذا نظرنا إلى التعريف الموجود في الموسوعة البريطانية في تعريف أو العقل تعرف العقل بأنه المجموعة من القدرات المتعلقة بالإدراك والتقييم والتذكر واتخاذ القرارات إذا هذا تعريف موجز وكلاسيكي للعقل ولكن هنا نسأل أنفسنا سؤالا هاما ما هي العملية العقلية أو التفكير؟ وما هي متطلباتها؟ وكيف يعمل هذا العقل؟ في إجابة موجزة وجامعة لهذه العملية العقلية أو لعملية التفكير نقول بأن العملية العقلية أو التفكير تتطلب أربعة عناصر أولها هو الدماغ والثاني هو الحواس وهذان العنصران هما من ذات وجود الإنسان وهناك عنصران آخران خارج وجود الإنسان وهما الواقع والمعلومات المتعلقة بالواقع طبعا الحواس تنقل الواقع إلى الدماغ والدماغ يحكم على الواقع وفقا للمعلومات السابقة المكتسبة نعطي مثالا كلمة وضيمة من منكم سمع بهذه الكلمة من قبل؟ هل عرفتم معناها؟ هذه الكلمة هي واقع نقلتها الحواس إلى الدماغ ربما وجد معلومات سابقة وربما لم يجدها ولو أنك ضرلت تتأمل بهذه الكلمة وتنظر إليها مطولا لن تجد معناها ولن تعرف معناها إلا إذا قمت وبحثت عن معلومات متعلقة بها بمعناها وطبعا الوضيمة هي المأدبة التي تقام في الأحزان أي في حالة الوفاة أو العزاء وهي بخلاف الوليمة الوليمة هي المأدبة مأدبة الطعام التي تقام في الأفراح كالزواج مثلا أو ولادة مولود جديد وإلى ما هناك فإذن نحن بحاجة إلى معلومات سابقة عن الواقع كي نفهمه وكي نحكم عليه وكي نتعامل معه لذلك فإننا لا نتذكر كثيرا مما كان في طفولتنا الأولى ذلك لأن كل ما حدث وكل ما جرى لا توجد معلومات أو أسماء ترتبط بالمسميات أو بالأحداث وعندما بدأت عملية الربط عندما تعلمنا أسماء الأشياء وتعلمنا الأسماء المتعلقة والمعلومات المتعلقة بالواقع بدأت عملية التذكر واحتفظنا بها في ذاكرتنا في ذاكرتنا البعيدة المدى Long Term Memory نفس الشيء ينطبق على اللغات مثلا إذا رأيت كلمات باللغة اليابانية أو الصينية فإنك لن تعرف معناها مهما تأملت فيها ونظرت إليها فأنت بحاجة إلى تعلم الحروف والكلمات والمعاني في هذه اللغة كي تفهم هذه الكلمات وكذلك فنحن نستخدم العقل ونفكر ونعمل العقل في أمور حياتنا وهذه العملية العقلية هي أساسية في سير حياة الإنسان كفرد أو كمجتمع أو حتى كأمة للنهوض السؤال الذي بدأنا به طبعا أجبنا عن السؤال الأول عن تعريف العقل وكيف يعمل وطبعا أوجزنا في ذلك قدر الإمكان ولكن هل بالعقل وحده ينهض الإنسان؟ هذا السؤال سنجيب عنه في حلقات قادمة بإذن الله تعالى نبين فيها دور العقل وما يحتاجه العقل للنهوض بالإنسان وللنهوض بالمجتمع وكيف كان التعامل مع العقل عبر الثقافات والحضارات سنأخذ نظرة موجزة في رحلة سريعة منذ الحضارة اليونانية مرورا بالقرون الوسطى مرورا بالحضارة الإسلامية ووصولا إلى ما بعد طبعا يعني ما يسمى بعصر النهضة رونيسانس في أوروبا وإلى حقبة الحداثة وما بعد الحداثة التي نعيشها الآن والفلسفات المتعلقة بها ودور العقل فيها وبعض مآلاتها ونذائجها وننظر أيضا في الإسلام ومكانة العقل فيه وما هي المكونات للثقافة أو الفكر الإسلامي وكيف نبني ثقافتنا وفكرنا وهل نحن طبعا أو نحن بالفعل بحاجة إلى هذا الفكر وإلى العقيدة الإسلامية وإلى الثقافة الإسلامية هذه الأمور سننظر فيها بإذن الله تعالى في حلقة أو ربما حلقات قادمة وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته